بدوره قال الرئيس التركيب أردوغان إن أنقرة والقائمة سيحتفلان في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بينهما أشاد الرئيس التركيب كون بلادها أصبحت من أكبر خمسة شركاء اقتصاديين لمصر تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهدى الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة ويسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذه خلال لقائنا مع الرئيس سيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى خمسة عشر مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة ترجمة نانسي قنقر